الآيات الكريمة من آية 44 إلى آية 49 ختام سورة التور تتكلم عن عناد المشركين ومكابرتهم ولو رأوا كطعة من السماء ساكثة عليهم وأمروا صلى الله عليه وسلم بالإعراض عنهم والصبر عليهم وذكره تبارك وتعالى والآن مع تكرار الآيات الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يسعقون فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يسعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم وإن يروا كسفا من السماء ثاقطا يقولوا سحاب مرقوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يسعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرقوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يسعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم شرح الآية الكريمة حتى نحفظ كلام الله جل وعلا بفهم قال تبارك وتعالى وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرقوم الله تبارك وتعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم عن حال هؤلاء الكفر المشركين وإن يروا كسفا من السماء يعني قطع من السماء ساقطة يقول عن هذا سحاب المتراكم بعضه على بعض كالعادة فلا يتعذون ولا يؤمنون فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعكون فاتركهم أيها الرسول في عندهم وجحودهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يعذبون وهو يوم القيامة يوم الحصرة والندامة يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون يعني يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا قليلا أو كثيرا ولا هم ينصرون يعني بإنقاذهم من العذاب وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون وإن للذين ظلموا أنفسهم يعني بالشرك والمعاصي عذابا قبل عذاب الأخرة في الدنيا بالقتل والسبية وفي البرزخ بعذاب القبر ولكن معظمهم لا يعلمون ذلك فلذلك يقيمون على كفرهم ولما بيان الله جل وعلا بطلان ما عليه المشركون أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بعدم المبالات بهم وبالصبر على تكذيبهم فقال واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم يعني واصبر أيها الرسول لقضاء ربك ولحكمه الشرعي فإنك بمرأة منا وحفظة وسبح بحمد ربك حين تقوم من نومك ومن الليل فسبح وإذبار النجوم يعني ومن الليل فسبح ربك وصل له وصل صلاة الفجر حين إذبار النجوم بأفولها بضوء النهار يستفاد من الكريمة ثبوت عذاب البرزخ وأن عذاب القبر حق وأنه واقع للمحالة أنه واقع للمحالة للمكذبين به نسأل الله تبارك وتعالى الهداية والسناء طيب نأكد كده على بعض أحكام التجويد وإيه ما هذا الحكم إذ غام بغنى لوقوع الياء بعد النون الساكنة والياء من حروف كلمة ينمو طيب حكمه كمان كسفا من إذ غام بغنى لوقوع الميم بعد التنون بالفتح والميم من حروف كلمة ينمو طيب السماء مدواجب متصل لاتصال الهمز بالمد في نفس الكلم يمد أربع أو خمس حركات وإذا كان متطرف يعني هنقف عليه إذا كان في نية الكلمة نقف عليه بستة حركات مثل هذه الكلمة حكمه الوجوب طيب ساقط يقوله إذ غام بغنى لوقوع الياء بعد التنون بالفتح والياء من حروف كلمة ينمو طيب سحاب مركوم هنا إذ غام برضو بغنى لوقوع الميم بعد التنون بالضم والميم من حروف كلمة ينمو وهنا بنفخ مرأ لأنها سكنة وجاءت بعد المفتوح وبنقف على كلمة مركوم مد عارض للسكون يمد اثنين واربع وست حركات واللظ في نظيره كمثله هذا وصل لله مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم